وضمن مهامه اليومية المتنوعة تابع المحافظة رئيس اللجنة الأمنية العليا الاستحضارات الأمنية المتقدمة في قضاء بلد خلال زيارة تفقدية للفوج الرابع عشر التابع لقيادة شرطة صلاح الدين جنوب المحافظة وناقش مع أمر الفوج وعدد من الضباط بحضور قائم قام القضاء الوضع الأمني في قاطع المسؤولية والواجبات المكلفين بها مباركا دور القوات الأمنية بكل صنوفها في دحر العصابات والإرهابية وبسط الأمن في المدن وفي ذات السياق افتتح الهلوب بناية مركز الأمن الوطني في سامراء بعد إعادة تأهيله بحضور قائد عمليات سامراء اللواء الركن علي المالكي وقائد عمليات سرايا السلام منتظر الموسوي وقائم قام القضاء ومعاون المحافظة لشؤون الخدمات والأعمار وعدد من ضباط جهاز الأمن الوطنية وقال المحافظة أن حكومة المحافظة تولي اهتماما كبيرا في تعزيز سبل الاستقرار المجتمعي ومنحة الملف الأمني أولوية مطلقة فمن دونه لا يمكن أن تتقدم حركة الأعمار والبناء دعيا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في ترسيخ أسس الأمن وبناء مجتمع متماسك